اشتركوا في القناة طبعاً البوليم يعتبر وايت صغير وعملها وايت صغيرة لاها أهداف جداً بعيدة المهم طبعاً اللي تابعنا أول مرة يا مرحبابك هذه قناتنا في التليغرام قناتنا مهتمة بالأخبار وعند خدمة إدارة الحساب ونحط تحليل البتكوين وعند خدمات أخرى إضافية كتتاب وعملات استثمارية بالإضافة إلى المهم طبعاً اللي تابعنا أول مرة يا مرحبابك هذه صفقة العملة أليس LATS واحد من الشباب ما شاء الله مسكعة ربح 261% وهنا عندنا واحد ثاني ما شاء الله ربحان 1200% بخلاف الشباب اللي عندنا في الاسبوت صفقات الاسبوت رح نرفقها بعدين في القناة وان شاء الله رح يشوفونها وانتم تعملون عيونكم المهم طبعا لو نشوف هذا الشارت عملتنا على شمعة الأربع ساعات نحن تقريبا دخلنا في يعني أوقات مختلفة في المناطق هذه تقريبا الشباب أنا عندي دخلوا تقريبا من سعر صفر فاصة فاصفر 24.9 تقريبا لغاية 28 يعني بالنسبة لي سعر جيد كان المهم طبعا حاليا العملة في ارتفاع تقريبا العملة حاليا محققة ربح ما شاء الله جدا طيب ربحانة تقريبا يعني لوني نشوف هي حاليا على الماء في في منصة اللي هي كي كوين أو عفوا كوين ماركت كاب نشوف ان العملة مرتفعة 46 بالمئة لكن اذا رحنا شفنا العملة على منصة اللي هي ايوه هذا تشارتنا في منصة اللي هي ميكسيك فيو تشارت هاي الصبقة هني لكن هني علاقة ايو أنا كنت تدور هذي بالساعة بالصراحة مو حصلت تشارت هذا فرحت فتحت تشارت يديد وحطيت عليه المهم خلنا نثبت على التشارت اليديد لأنه من نفس الشي لا ماشي فرق من ناحية الأقدمية المهم طبعا نحن شو خلان ندخل هنا عدة عوامل ما نشرح أول شي دخلنا بناء الفابوناتي حطينا الفابوناتي ووضح لنا أماكن الدعوم لأنكم تشوفون بنقول هذا المربع شوفوني حرص المربع المربع هذا يعتبر بكبره جيد للدخول مكان ما دخلت يعتبر مثالي في الصفقة حلوين حلوين يعني أنا شوف الصفقة مثالية للدخول أول شي بناء على الفابوناتي يعتبر ممتاز هذا واحد الثنين العملة عطتنا شكل الدبل بوتوم القاعين يعني هنا يشوفوني وقاع قاعين ارتفعت يعت اختبار للمنطقة هذه ورجعت العملة ارتفعت فاللي صار دبل بوتوم يعني مثال جدا جميل يعني نموذج إيجابي نموذج صاعد أنا بالنسبة لي فهذا اللي خلى العملة تصعد بناء النموذج وبخلاف ذلك كسر الترند وأيضا خلاف ذلك كسر المتوسط الأسي ميتين دعم قوي فطبيعي الارتفاع اللي نشوفه حلوين حلوين الحين شو الوضع الحين نحتاج عشان ان العملة تكمل تستمر نحتاج اغلاق اعلى المقاومة هذي يصير بتعم بعدين ممكن نواجه مقاومة اخرى على هذا السعر اللي هو بيكون على السعر صفر فاصلة ثلاثة صفار أربعة خمسة بعد ذلك الهدف بيكون صفر فاصلة ثلاثة صفار ستة سبع سبع هذه العملة موجودة في فقط فيوتر ورح تنضاف ان شاء الله جريب سبوت واتوقع مجرد ما يطلع خبر انه رح تنضاف سبوت اتوقع عادي 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 حذف صفر يعني صفر فاصلة صفرين واحد أنا بالنسبة لي يعني هذا مجرد ما انه لو صار فيها بوليوم قوي ليش بحكم الماركت كاب الصغير البوليوم الصغير يعني كل هذا بالاخص بلخص البوليوم جدا صغير هذا بيخلي العملة تطير طريقه مش طب يعني اذا قلنا بوليوم ثراثة تسعين مليون العملة ارتفعت اربعين بالمية ثراثة تسعين مليون يعني اذا كان بنقول خمسمية مليون كم رح تكون خمسة ضعاف هذا خمسة ضعاف في السعر الحالي خمسة ضعاف اذا كان خمسمية مليون طبعا شرائي مش سلبي المهم فمبدئيا بنحط صفقة عق الناس اللي ما دخلت انا عارف الشباب يبونوا يدخلون اللي ما دخل طبعا صفقة رسك هاي رسك طبعا ما ننصح اللي اللي بيدخل برقام صغيرة زين اللي بيكون الهدف صفر فاصلة تقريبا 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 اوكي دخول الصفقة كيف بيكون دخول الصفقة كسر المقاومة ويعدت الاختبار ندخل حلوين حلوين فبعد ذلك الاهداف مثل ما حددنا هدف اول بيكون على السعر صفر فاصلة ثلاثة صفار اربعة خمسة هدف اللي بعده صفر فاصلة ثلاثة صفار خمسة هدف اللي بعده صفر فاصلة ثلاثة صفار ستة سبعة هدف اخير صفر فاصلة صفرين واحد انا بالنسبة لي هذا الهدف الاخير والستوب لوز وقف الخسارة بيكون على صفر فاصلة 3024 اغلاق المتوسط الوسي 200 انا بالنسبة لي انسكر الصبقة شذينكو خلصنا يعطيكم العافية اللي تابعنا والمرأة مرحبا بك على قناتنا في تليجرام مفجي خير